هل تخيلت ان ممكن يكون مصطفى كامل افاق او مدعي او متسوس طيب هل تخيلت ان محمد نجيب ممكن يكون ديكتاتور ملقاش فرصته الكاملة عشان يبقى ديكتاتور طيب عمرك قدرت يتفرق ما بين اليهودي والصهيوني هل عبد الحليم حافظ استغل ثورة 52 عشان ينجح ولا ثورة 52 حولت عبد الحليم الى صوتها ده بعض من الاسئلة اللي موجودة في كتاب النهاردة ضد التاريخ مصطفى عبيد يلا بينا ده اول كتاب اقرأه لمصطفى عبيد والحقيقة انا استمتعت به جدا ولن يكون الاخير والكتاب ده انت لو قريته وما اقتنعتش باي حاجة فيه فهو هيدي لك قيمة واحدة مهمة جدا هنتكلم عليها في القلاصة ولكن تعالي الاول نتكلم في التفاصيل ضد التاريخ تأليف مصطفى عبيد اصدار الدار المصرية اللبنانية على صفحات 247 صفحة السعر في المكتبات 85 جنيه ولكن انت ممكن تجيبه بخصمة 15% من موقع تطبيق ايريد هتنزل في اللينك اللي موجود في وصف هذا الفيديو ومثبت في اول تعليق هتلاقي الكتاب ده تختاره هو واي كتاب تاني انت عايزه ودخل الكود بتاعنا طارئ از اللي موجود برضو في الديسكريبشن وفي اول تعليق تاخد خصمة 15% وتوصيل لحد باب البيت وتعالي نتكلم شوية وين دردش في محتوى الكتاب الكتاب بيبدأ بحاجة اسمها عتبة اللي هي مقدمة ودي من اهم الفصول اللي موجودة في الكتاب وهكلمك عليها في الخلاصة ولكن نقطة مهمة كده قبل ما نخش في تفاصيل الكتاب نفسه ان مصطفى عبيد بيذكر المصدر اللي هو جايب منه المقطوعة او الحتة اللي هو عايز يتكلم عليها جوه الفصل نفسه الحتة هامش ومكتوب تحت الفصل مكانه فين والاقتباس جايبه منين وده بيسهل قوي الربط ما بين المصدر وما بين المعلومة اللي هو بيقولها طبعا في الاخر هو مجمعلك المصادر دي ومقسمها لك ما بين كتب ومراجع ومواقع على الانترنت ومؤقابلات وغيرا بيبدأ الكتاب باكتر فصول العمل صدمة وهو ان مصطفى كامل مش زعيم وطني وده من اخطر فصول العمل الكتاب بينتقد ان مصطفى كامل كان بيؤمن بالدولة العثمانية وما كانش بيسعى الى حرية وتحرير مصر لا كان بيسعى الى اعادة ضمها للدولة العثمانية كولاية فيها مستقلة عن اي احتلال تاني وبيفنت الكلام ده اعتمادا على خطابات مصطفى كامل خطب مصطفى كامل ومذكرات عائلته والمعاصرين ليه ووجهة نظر الزعماء اللاحقين ليه فيه زي محمد فريد وساعد الزجلول مثلا بيفاهمك ان مصطفى كامل كان موجه من الدولة العثمانية ضد الاحتلال الانجليزي مش عشان ينهي الاحتلال لا عشان يرجع مصر ضد الدولة العثمانية بشكل كامل باختصار ان مصطفى كامل مصري عثماني في الفصل التالي بيكلمك على مظلومية اليهود المصريين الفصل ده في الكتاب مهم للغاية لان هو بيزرع جواك التفرقة ما بين اليهودي كديانة واليهودي المصري اللي اثر في التاريخ والاقتصاد المصري بالامثلة والصهيوني الي كلنا متفقين على كراهيته الصرفة في فصل التالي بيترحلك وجهة نظر مغايرة عن واحد من اكتر الشخصيات المكروهة من الشعب المصري وهو اسماعيل صدقي بيبين لك الاثار الايجابية الي هو عملها الفصل اللي بعديه انا شايفه هام جدا وهو الكتاب الاسود للرجل الابيض وده بيتكلم على الصراع السياسي الي كان مهم جدا ما بين مكرم ابيد ومصطفى النحاز وازاي بعد ما كان كل واحد منهم بيعتبر التاني شقيقه وحرفيا حصل الخلاف ما بينهم مسبباته ايه ونتيجه ايه اكتر حاجة عجبتني في هذا الموضوع هو الاتهام المباشر بالفساد والرد الرسمي عليه بالوسائق والادلة طبعا مش هينفع نغطي محتويات الكتاب كله لان فيه فصل بيتكلم على سيد قطب والتحول اللي حصله من ناقد وشاعر ومؤلف روائي الى قطب من اقطاب الارهاب من الفصول المهمة الجميلة جدا فصل محمد نجيب اللي هو الديكتاتور الذي لم يأخذ فرصته والحقيقة ان الفصل ده بيطرح تلات وجهات نظر محمد نجيب راجل طيب وكان امل مصر وده غدر بيه محمد نجيب كان سازج ومضحوك عليه واللي حواليه او غاد ومحمد نجيب كان شرير ماخدش فرصته من الفصول اللي عجبتلي جدا فصل عبدالحليم والربط ما بين السياسة والفن الحقيقة ده واقع موجود في كل زمان ومكان والفصل بيطرح المعضر الازلية البيضة الاول ولا الفرخة هل القوة سياسية هي اللي استغلت الفن الصالحة عشان توجه الجماهير ولا الفن هو اللي استغل القوة السياسية عشان ينتصر على المنافسين الكتاب ده سم جدا 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 وبرغم اختلافه الشديد عن اللي انت تعلمته في المدرسة عن اللي انت قريطه قبل كده اللي ان هو بيطرح فكرة مهمة جدا فكرة الانفتاح على وجهة النظر الاخرى اعادة قراءة التاريخ سواء انت اقتنعت او ما اقتنعتش مجرد انك تبدأت تفك الصامرة دي في مخك وتغير من طريق تفكيرك وتتمرد على التاريخ المدرسي الملقن فهو ده مكسب رئيسي في هذا الكتاب ولو هو المكسب الوحيد انا راضي الكتاب بيفهمك ان التاريخ هو علم الدراسات القرائية المختلفة هو التفاسير المتباينة للحدثة الوحدة بيغير طريق تفكيرك من ان انت تخرج من نطاق التاريخ المدرسي الموجه من قبل السياسة بيقدم لك فكر مختلف اتفقق او اختلفت معاه مجرد اطلاعك على فكر مختلف هيخلي دماغك تفكر في انها تغطي الموضوع الواحد من اكتر من اتجاهه نصحت الوحيدة لك قبل ما تقرأ الكتاب ده لو انت متعصد لأي ايدولوجية او توجه سياسي ايا كان ما تقراش الكتاب ده لكن لو انت متفتح كفاية ان انت تشوف وجهة النظر التانية صدقني الكتاب ده هيعجبك جدا وهيزوح من مفضلاتك زي ما بقى من مفضلاتي وارشحه بكل ثقة ولكن في الاول في الاخر ده رأيي انا انا هتعرف رأيك انت بقى هل ممكن تقرأ كتاب زي ده بيغير تفكيرك ناحية قضايا انت ممكن تكون اعتبرتها من المسلمات واللي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد ذلك يا عصدقات ترجحة طول مرجعات تطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني انت ماذا تشترك في القناة وتفعزو الجرس وتعني بلايك وتشعر هذا الفيديو اما بقى لو عاستش بقى القرار اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح فحيزو قدامك على الشيء دلوقتي سلسلة فيديوهات الكتب غير الروائية اللي انا اتكلمت عليها في 2022 في الفلسفة في الخيال العلمي في الأدب في النقد الأدبي حتى في الفيزياء روح اتفرج عليها اشوفك هناك سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة